بالتزامن مع استمرار قصف المدن والاشتباكات العنيفة في أوكرانيا تبدأ جولة مفاوضات جديدة بين روسيا وأوكرانيا على الأراضي التركية الجولة المقارر عقادها لمدة يومين سبقتها جولات وصفت بالصعبة وغير المجدية أهمها كانت أيضا في تركيا على مستوى وزراء خارجية البلدين الرئيس الأوكراني فلودي ميرزلانسكي علق على المفاوضات المرتقبة في رسالة مصورة بالقول إن ثمت فرصة وحاجة لعقد لقاء وجها لوجه في تركيا وكرر مطالبته بوقف إطلاق النار والانسحاب الكامل للقوات الروسية مستعدون لتقديم ضمانات أمنية وأن تكون دولتنا حيادية وخالية من الأسلحة النووية أعتقد أن هذه النقطة الأهم والرئيسية لروسيا ست نقاط أساسية يختلف الطرفان حولها ورغم تصريح الرئيس التركي حول الاتفاق على أربع منها إلا أن وزر خارجية أوكرانيا ديمترو كوليبا نفى أي توافق مع موسكو واصفا عملية التفاوض بالصعبة للغاية في حين يرى مراقبون أن التفاوض بين الجانبين قد يكون على نقطة حياد أوكرانيا وتخلي عن تطلعاتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي مقابل ضمانات أمنية من المجتمع الدولي وروسيا لتبقى التنازلات التي طرحتها موسكو حول الاعتراف باستقلالية المناطق الانفصالية سدا منيعا يحول دون أي تقدم في مفاوضات لا يعرف منتهاها بل وإن ما زادت طين بالله إعلان زعيم الانفصاليين في لوغانسك رغبتهم بتنظيم استفتاء قريب لانضمامهم إلى روسيا الأمر الذي رفضه الأوكرانيون مهددين بقرب حرب الشوارع فلا نجاح لمفاوضات أوصدت الأبواب أمامها ولا حسم عسكريا يزداد لهيبه يوما تلو آخر